أهل الله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من تعلم وعمل بالقرآن بل لقد كان خلقه القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من سار على ضربه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله لطائف قرآنية برنامج رقراق جميل عذب لأننا نطوف فيه معا في بستان التفسير اليانع الماتع لكلام ربنا تبارك وتعالى وكنا قد ذكرنا في اللطيفة الماضية أن القرآن الكريم روح ونور وهدى القرآن الكريم نور يضيء الطريق لمن يعيشون في الظلمات نور يضيء الطريق لمن يعيشون في الظلمات وما أكثر من يعيشون الآن في الظلمات يحتاجون إلى نور القرآن الكريم فمن آمن بالقرآن وامتثل أوامره واجتنب نواهية ووقف عند حدوده هو الذي ينتفع بالقرآن ويهتجي به إلى الصراط المستقيم فالقرآن شفاء وهدى لأهل الإيمان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن للمتقين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن للمؤمنين فمن آمن بالقرآن وجعل القرآن وسيلة اهتداء هداه الله إلى الحق وإلى الصراط المستقيم ودله على طريق النجاح والسعادة في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والنور الذي أنزلنا واللهم تعملون خبير وقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ها هو النور بين أيدينا ها هو النور بين أيدينا فلماذا يصر الكثيرون على أن يعيشوا في الظلام وبين أيديهم النور والهدى والروح الذي به حياة القلوب والأنفس والعقول بل هو حياة للحياة السائر على الطريق يحتاج إلى نور لا سيما إن أحاطت به الظلمات من كل ناحية ونحن نعيش الآن في ظلمات حالكة من فتن الشهوات والشبهات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم الشاهد كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرة ويمسي مؤمن ويصبح كافرة يبيع دينه بعرض من الدنيا الشاهد كقطع الليل المظلم فنحن نعيش فتنا كقطع الليل المظلم والله الذي لا إله غيره لا نجاة لنا إلا بنور القرآن وهداية القرآن إلا إذا اتخذنا القرآن وسيلة للهدى فلنتخذ القرآن وسيلة للهدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم لكنني أود أن أقول بأن هداية هداية الله تبارك وتعالى نعمة من أجل النعم لمن يسألون الله هذه النعمة لمن يسألون الله هذه الهداية ولمن يأخذون القرآن وسيلة لهذه الهداية قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فاجعل القرآن وسيلة وسيلة هدى واجعل القرآن نورا لك في هذه الظلمات الحالكة ظلمات الشهوات والشبهات لتسعده ولتنجو في الدنيا والآخرة ومن ألطف اللطائف في الآية أن الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها في قوله تعالى وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ هذه الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والأرشاد والتعريف والبيان والبلاغ والدعوة أما الهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهي هداية التوفيق تلك الهداية لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو امتلكها رسول الله لهدى عمه أبا طالب ولهدى نوح ولده ولهدى إبراهيم أباه ولهدى نوح امرأته ولهدى لوط امرأته فهداية التوفيق وهي جعل الهدى في القلب ذلك محض فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم في الآية ذاتها لطيفة أخرى نتعرف عليها إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته